وحاولوا إلساق تهمة أخرى بحزب حركة النهضة بعد ما فشلت التهمة الأولى اللي هي الإرهاب واللي ثبتت والحمد لله أنه كل ملفات القضائية اللي فيها تهم إرهاب ما فيها حتى قيادي من حزب حركة النهضة وحتى منخرط من حزب حركة النهضة وكما تعلموا جميعا القضايا هذه رهي في معناها في المحاكم أمام الجميع جلسات علنية مفتوح فيها معناها الحوار والمشاركة فيها واللي ثبت بالدليل القاطع أن حزب حركة النهضة لا يد له في أي جريمة إرهابية في بلادنا